رشا كنا بأول فقرة عم نحكي عن عالم الأسنان وتجميل الأسنان بالتحديد وهلأ رح ننتقل لمساحة جديدة ولكن بعالم تجميل الوجه أكيد يا نرمينا هاي الابتسامة الحلوة وهاي الأسنان البيضة اللي كنا عم نحكي عنا بفقرتنا الأولى بحاجة لتفاصيل ضمن الوجه كمان تكون حلوة اليوم التطور والتجميل أخذ مساحات كتير كبيرة من حياة الأشخاص يعني أبدا موعيب كنا نفكر أنه القصة أنه فلانة عملت شيء بالمخفي أو كذا أو هيك هي القصة أبسط من هيك اليوم الطب تطور كرمال يخدم هاي القصاص يعني فيه ناس كتير بتعاني من شغلات بسيطة بوجه مو غلط أبدا اليوم أن تروح لطب التجميلي للوجه لا تصلي حدول الأغلاط أكيد صحيح ونقول لأن الله جميل ويحب الجمال دائما منحكي بهاي الكلمة ولكن فيه إجراءات تجميلية أحيانا عم تكون زيادة عم تؤتل هاي الطبيعية عم تصير ناس خلاصق جدا قديش عم نشوف في المجتمع وخوالينا سننا نعرف اسم الدكتور من عمليات التجميلة على الوجه من طريقة تطبيق الإجراءات التجميلية رح نحكي أكتر رشع عن الإجراءات التجميلية وبسعدنا نرحب بالدكتور لياس بلول اختصاص بجراحة تجميلية يصعد صباحك وأهلا وسهلا صباح خير صباح خير حكيم وصباح الجمال يوم أنت أدائب تحب دول تفاصيل الجمالية بوجه اللونثة الآن الجمال هو شي طبيعي موجود وينما منروح بالحياة وأهم شي هو جمال الوجه لأنه هو المرآة اللي بده يقابل فيها الشخص المجتمع حواليه فالاهتمام لازم يكون يومي وليس كل فترة ممكن بإجراءات بسيطة نأخر من ظهور علامات التقدم بالعمر على الوجه وبالتالي دائما نحافظ على طلبة هي جميلة ما أنا خارجة عن المألوف بس بنفس الوقت تكون مريحة لأنه كشخص تعطينا ثقة بنفسنا وبنفس الوقت تاخد الناس فكرة عن هذا الشخص أنه هو إيجابي دكتور خلينا هيك إجراءات التجميلية هي كتير واسعة وكبيرة خلنا نحكي اليوم عن أبرز الإجراءات التجميلية اللي عم نشوف السيدات والصبايا عم يجوا لعند حضرتك أو بشكل عام وعم يحبوا يسوون وخصوصاً منشوف أنه عم يكون في حالة من التقليد يعني يمكن تواجهك أنه شافوا صورة على الانستجرام أو السوشيال ميديا بيقولك دكتور هيك بدي تصير عيوني أو خبودي أو أنفي هلأ بالنسبة لموضوع التجميل هو شائع جداً وواسع جداً المسؤولية الكبيرة هي على الطبيب أنه لازم يكون واضح يشرح للمريض بشكل كتير أساسي شو اللي بيناسبه كوجه كعمر وكبيئة كمجتمع بيجينا كتير حالات أنه بدنا نعمل مثلاً بيجيبوا صورة من الميديا وهلأ كتير شائعة أنه بدي هيك هذا الشيء كتير صعب أنه يتحقق دائماً يعني ممكن للوجوه بتاخد أي إجراء تجميلي هلأ الإجراءات البسيطة مثل البوتوكس الفيلرز الحقونات اللي بتعطيه نظارة مثلاً هاي شائعة وموجودة بشكل عام بس نحنا اللي منقصده هو تغيير الملامح بشكل كبير جراحياً تماماً هون بقى بيصير لكل حالة خصوصية لازم الطبيب يدرسها بشكل مفرد اللي بيناسب اللي هو صح طبياً وبنفس الوقت رح يخدم المريض ويعطيه صورة أفضل يعني مثلاً العمر هون بيلعب دور تعرض للظروف الجوية بيلعب دور نوعية البشرة الترهل اللي موجود المريض تعرض لنقص وزن مفاجئ مثلاً أو لا كل هاي الأمور ممكن تؤدي لها ترهل بالوجه ترهل بالأجفان هاد الشي بيطلب إجراءات أكتر أو أكثر تقدماً من الإجراءات البسيطة اللي حكينا عنا وبالتالي هون منا ندخل بموضوع جراحي مثلاً على سبيل المثال من أشياء العمليات الشبهة اليومية هي شد الأشفان هون منلجأ لموضوع أصل الجلد مع استقصال جزء من العضلة بسيط مع استقصال أحياناً كتل دهنية موجودة المريض بيقل لك أنه أنا عندي انتفاخات موجودة إن كان تحت العين مثلاً أو بالأعلى هون مننا نشيلهم هدول الانتفاخات بإجراءات بسيطة هي وإنما جراحية ما بيتعالجوا بمعالجة دوائية طبعاً ما أخذ الاحتياطات الجراحية الصحيحة من ناحية الشكل الرسمي النظامي الصحيحة عدم المبالغة بالاستقصال قصة المرضية الإيجابية لازم تكون دائماً موجودة المريض ما يكون عنده مشاكل مزفية ما يكون عنده فوبيا من الجراحة بشكل عام هاي الإجراءات ممكن تم تحت التخدير الموضعي بالعيادة وبتعطي للمريض نتائج سريعة ومرضية سريعة ومرضية جداً وبنفس الوقت بيرجع لحياته العملية بشكل ممكن خلال أسبوع يكون راح الزراء يكون راح الورام والندبة دكتور؟ الندبة موضوع الندب بالجراحة بشكل عام هو موضوع كتير شائك لأنه بيعتمد على كتير عوامل عوامل شخصية بالمريض وعوامل بالطبيب وعوامل بالبيئة يعني نحن مثلاً الجرحنا لازم يكون نظامي هاي عم نحكي عن الطبيب جرح نظامي الخيط يكون نظامي الخياطة دقيقة جداً ما يكون في عنا مبالغة بالاستقصال ما شاء ما يصير في شد على الجرح وبالتالي بتعرض الندبة بالنسبة للمريض لازم يعتني بي نظافة الجرح يحط الكريمات بشكل صحيح يستعمل المرممات بعد الجراحة وفي شي خارج عن الإرادة اللي هو ردة فعل الجسم أو استجابة الجسم للعمل الجراحي ممكن هو بالأصل الجسم بترك ندبة بشكل عام هون قدي المريض عاد يكون عنده ثقافة بموضوع ردة الفعل بجوز اليوم بيروح ليحط الحق على الحكيم أكيد تماماً ما بيستوعوا فكرة أنه أنت يجي عندك ما تجوابت معي الندبة الوضوح هو أساسي يعني هلأ بيجي مريض أنه دكتور الجرح ما بيبين قال له لا بيبين يعني هلأ بالمنطق أي جرح بدي يكون بيبين قدي بيبين هون الاختلاف بين مريض ومريض بين أكيد طبيب وطبيب وإيد تعب تشتغل بدقة أو لا هذا الشيء لازم المريض يكون عنده وعي عليه من قبل لحتى هو يكون مستعد للنتيجة بالنسبة للأجفام غالباً فينا نقول فوق الـ 95% هي ندبة لا ترى إلا بتركيز شديد على الجرح أما هي بتزول مع الوقت طبعاً بده المريض يكون على علم أنه أي ندبة جراحية بده بين ثلاثة وستة شهور لحتى تأخذ الشكل النهائي لألها وإنها تلتقم بشكل كافي حتى يمكن عفواً دكتور صار في إجراءات كمان مخصصة لإزالة هاي ندبة إذا كتير معلمة وما نعم تماماً في إجراءات مساعدة ممكن نلجأ لها بلشنا بموضوع الكريمات اللي هي مداها يعني بطيء وإنما بده وقت طويل ممكن نلجأ أحياناً لأنواع من الليزر مثل الليزر الفراكشين كمان ممكن يساعد على تخفيف الندبات طبعاً وهلأ بعالمنا في خافيات العيوب الكونسيلارز هاي ممكن إنها تستعمل بشكل كتير كبير إذا كانت الندبة واضحة إذا الندبة أوفر مثل لأننا نحن جدرة أو ندبة ضخامية ممكن نلجأ ببعض الحالات اللي حقنا بالكورتيزونات الموضعية مشان إنه نخفف من حجمه خلنا نرجع شوي لتفاصيل الوجه ولا الجمال حكينا عن شد الأشفان صرنا نسمع بعمليات شد الوجه الجزئي والكلي كثير ناس ما بتعرف شو يعني هي أجرها خلنا نشرح عنا وشو نتأجاب تكون تمام هلأ منبدأ من محل ما خلص الدكتور قبلي الدكتور إلياس إنه الأسنان هي أساسي بالوجه ليش نحن وقت اللي بنا نعمل أي بناء من الأساس من الداخل وبعدين منكسيه من الخارج كل ما كان الأساس سليم كل ما كان البناء من الخارج جيد يعني موضوع وجود الأسنان كاملة ما في عندي ضياعات بالأسنان هذا بيعطي شكل فورم للوجه كتير حلو نجي بقى على الموضوع الثاني اللي هو موضوع الشد هلأ موضوع الشد هو موضوع كتير كبير وواسع هو عمل جراحي كبير منه جرحه كبير بيبلش من ناحية الصدغ بينزل لناحية الإدن وبيلف لوراء الإدن تمام هاي بالنسبة ل الفول فيسلفت لشد الوجه الكامل طبعا إذا منا نشاركه مع شد الجبهة فهو عمليا كانك عم تغير تمام متل فيلم فيس أوف تمام بيقامل فيس وبدنا نشده هلأ بالنسبة للموضوع هو موضوع بسيط كفهم وإنما صعب كإجراء نحن مننا نعمل جرح مننا نفصل للأنسجة مننا نشد العضل وهو إجراء جدا مهم هو شد العضل لأنه هي اللي عب تسحب الأنسجة بالشكل الجيد وتعطي البناء الكامل تماما لأنه في بعض الحالات ببعض الحالات المانا نظامية عب يصير شد جزئي لطبقة السطحية اللي هي الجلد والمريض عب يروح بعد بيتفاجأ بعد ثلاثة شهور ستة شهور ممكن سنة ماكسيموم أنه رجع التراهل بشكل واضح وكأنه ما عمل شي شد العضل هذا بيأخرننا من الموضوع بشكل كتير كبير وبيعطي نتيجة أجمال وأكبر كونه عملية شد الوجه هي عملية كبرى فعالميا صار فيه شيء اسمه شد الوجه الجزئي هو إجراء أبسط ممكن يتم تحت تخدير الموضعي مدته أقل وفترة النقاهة تبعه أقل وبيعطي نتيجة جيدة بنسبة 60% هو دائم دكتور من الحالات لا ما في شي دائم جراحيا ما في شي دائم لأنه نحنا كمان عم نكبر بالعمر والأنسجة اللي عنا عبتضعف مع الزمن هلأ يعطينا تحسن فينا نقول لمدة خمس سنين إذا ضلت السوية اللي نحنا عايشين فيها من ناحية الوزن من ناحية الضغوطات النفسية السابتة بناخد نتيجة جيدة لمدة جيدة من الزمن طبعا المريضة أو المريض دائما في مريضة ومريض بدهم يتبعوا تعليمات جيدة من ناحية التغذية من ناحية إذا فيه تدخين تخفيفه أو إنهاءه لأنه بيأثر بشكل كتير كبير على بنيت الجلد وعلى الألياف اللي موجودة فيه الإجراء بسيط مثل ما حكينا بيتم تحت التخدير الموضعي جرح صغير بمنطقة السالف ممكن أنه يعطينا مساحة رؤية جيدة تماما بهاي المنطقة هون زاوية منفرجة شوي مانا قائمة سطح التسليخ ممكن يوصل لمنتصف الخد فينا نشد فيه منطقة الجولاين فينا نشد فيه منطقة النازولايبل بشكل مقبول نعمل ططبتين أو ثلاثة لشد العضل بشكل مقبول ومنستقصر الشريحة الجلدية ومنسكر الجلد بهيك جراحات ما في داعي للمفجرات الجراحية مشان غالبا ما بيصير عنا تجمع مصلي المريض بيرجع لحياته بشكل سريع ممكن خلال ثلاثة أربعة أيام فيه يرجع لدوامه خصوصا إذا سيدة ممكن الشعر يغطي منطقة الجرح أحيانا ننصح المريض أنه يلبس مشد إذا كان فيه ترهو الكبير عنا بالجلد مشان ندعم الجلد بشكل أفضل وفك الأطب بعد حوالي الأسبوع للعشر تيام يعني دكتور لما نحكي عن عمليات شد الوجه هي الفئات العمرية الكبيرة شوي يعني يمكن فوق الأربعين لما نشوف فئة عمرية صغيرة بالتلاتينات هون منحس أنه تغير ملامحة لأنه أصلا هي بتكون البشرة بعدها نظرة وبيكون المظهر الشبابي بعده موجود يمكن هون عم يتحول منحس هون بيصير في هون مبالغة بالشيء وهون برجع بذكر أنه هون مهمة الطبيب مو أنه إذا إجاني المريض بغض النظر أنه لازم أنا أشتغل ولازم يكون في عندي استطباب واضح لحتى تكوني النتيجة واضحة دكتور في إجراءات بتتذكرها هيك رفضت أنه أنت تسوي الإجراء كتير عندي كتير عندي في مرضى كتير بيجو بدون يشتغلوا أنا بحاول واجههم نحو الشي الصح إذا ما رضيوء أنا بعتذر هم 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 مهنتنا مهنة إنسانية إنسانية بغض النظر عن الإختصاص الذي نحنا فيه فإذا ما نحولها لمهنة تجارية بدأت تصير كتير مشكلة بس بنفس الوقت للأسف السوشال ميديا كتير سيئة بنقاط جدا واضحة إنه بتوجه الجيل الجديد نحو التجميل هم دكتور عم ينصوا لما عم يشوفوا هاي الصورة إنه هاي الصورة مو بس فيها عملية تجميل في فلتر في فوتوشوب فهي عم تجي بحالة يعني ما نطبيعي مزقوط الكاميرات أغلبة حاليا فيها فلاتر وجاهزة تماما تأخذلك لقطة بتعطيكي ملامح أوضح تمام هلأ ممكن إذا هي كانت طموحها لشيء بسيط إنه حاول وجهها نحو شيء إجرائي بسيط يعني مثل فلار غالبا هلأ مثلا كلهم بيجوا موضة تكساس إنه أنا بدي أعمل تكساس بدي أحدد الفك هلنحك نحن هي تقنية كتير درجة دكتور صرنا نشوف الألانيات كتير عم يسعون إنه أنا دكتور بدي هاي منطقة تكون واضحة ومرسومة هاي العوامل كتير في ناس الفك عندهم ضيق هي بالأصل بنيوي هذا كتير صعب إنك تحدديه لأنه بيكون ملتصق بيعني متمادي عفواً مو ملتصق متمادي مع العنق هون ممكن نلجأ لموضوع الفلار ممكن إنه نعرض الفك شوي نوعا ما بياخد إيجابية طبعا هي تقنية تكساس كمفهوم عام هو الذقن الزكوري وليس الألثوي لهيك ما بينطبق أو ما بيطلع جمالي على كل الوجوه طيب نيرمين اليوم ما حركة وجهة هون يمكن بتساعدها شوي لتأمل تماما هي عندها ما شاء الله الفك يعني عريض وبالتالي هو جمالياً هيا عنا نعطي مثال مباشر على الهواء التكساس طبيعي تماما طبيعي هذا وبالتالي هون ما كل الوجوه فيك تساوية مثل وجه نيرمين ليش لأنه كل خصوصية بدك تعالجيها بحد ذاته انتي هيك بنيوي هذا شي جميل وين عملي نيرمين؟ طبيعي طبيعي وطالع جميل لأنه هو بنيوي أصلي هي طبيعي فبساعد لا بيلبقى يمكن عفوان دكتور هاي النقطة بديقول لها ما بيلبقى لكتير أشخاص يعني في ناس في شي مو بس هي مشكلة فك في عين في بعد عن الأنف في مسحة الجبيل دائما الوجه بدك تنظري له كبنية متكاملة ما في كي تفصل اليوم عن بعض يعني إذا المريض قال إنه أنا بدي هاي النقطة بدك تاخدي بعين الاعتبار أنت النظر الشموني بتلبق ما بتلبق مناسبة لألك بالشكل ولا لا فينا نعدل بأمور تانية يعني مثلا أنا ما بدي عرض الفك بدي أحدد الرأبة ممكن أعمل بوتوكس للرأبة هذا الشي بيساعد على تحديد الفك إذا الفك بالأصل عندي عارية ممكن أنا مثلا الوجه كتير صغير الأنسجة الشحمية اللي فيها قليلة ممكن ألجأ لموضوع حقن الدهون الزاتية بالوجه هذا الشي كمان بيعطي إضافة بيعطي لمسة جمالية للوجه سكرت حقن الشحوم اليوم عم شوف كمان كتير القصة في صبايا كتير وشباب اليوم عم شوف الشباب يعني ساول بنات بهي القصة يعني يعني عم يسبؤوا عم يسبؤوا أكيد بتعرف أنت من مرضاك يعني يعني منشوف الصبايا بروحوا لحقن الشحم نحن كلنا بنعرف إنه هي شحوم من ضمن الجسم تم حقن به أماكن تاني حسب الطبيب أحيانا يعني حالات نحنا شفناها بالواقع صبايا صار عندهم نفخة كتير قوية بوجههم استمرت يعني أكتر من شهر نظامي يعني أنه منظر كتير مؤذي للعين وفي عند حدا تاني دكتور تاني كانت الوزمة مقبولة يعني وزمة جراحة يعني حكيم لحكيم هل هو شطارة الدكتور أو اختلاف الأنسجة كمان هلأ موضوع حقن الدهون الزاتية هو موضوع كتير شائع وحلو ليش ناخد الموضوع بشكل كامل أول شيء هو شيء بنيوي طبيعي من جسم المريض وبالتالي موضوع الرفض الزاتي ما رح يكون موجود أو التحسس أو أي شيء ومعادة متوفرة بالجسم الإجراء أو التكلفة رح تكون فقط بإجراء بيد الطبيب وبالتالي هو أخف تكلفة من الفلرب كتير من ناحية الديمومة عمره الزمني طويل طبعا بده تكرارية مرة أو مرتين لحتى ياخد ثباتية بشكل أكبر لأنه نسبة الخلايا الشحمية اللي بتغيش ما دائما هي نسبة كبيرة ممكن من المية لنقول إذا منها ناخد نسبة من قوية عيش حوالي 30% للأربعين بالمية حسب استقناع الجسم كون دائما نسبة للأربعين بالمية؟ طبعا هي بس تثبت بتجي تروية جديدة للمنطقة لهذه الخلايا وبتصير خلايا حية بالمنطقة الجديدة اللي هي عايشة فيها الاجراء هو كمان بيصير تحت التخدير الموضعي فينا نعمل كل الوجه فينا نعمل خدود فينا نعمل الجولاين فينا نعبي الخطوط فينا نحقون أحيانا ببعض المناطق بالجبهة بالصدغين بأي منطقة بالوجه طبعا بالبقية الجسم كمان ممكن أن نحقناه بس هلأ مانو موضوع حديثنا بس بموضوع الوجه فينا نحقون كمية جيدة لازم الطبيب يأخذ بعين الاعتبار أنه هاي الكمية ممكن لا رح تضلها على قيد الحياة وبالتالي بدي يحط أوفر من البداية يعني أنا مثلا بدي يضل خمسة سانتي بكل جهة بدي أحقون عشرة على الأقل لحتى أضمن أنه يضل منهم على الأقل بين ثلاثة والخمسة سانتي موضوع الوزمة هو بيلعب دور فيه كبير ربع الأنسجة اللي بيصير أثناء الحقن التقنية اللي بتتبع أثناء الحقن الوزمة تتركز أكتر شي بمنطقة حول العين لهك هاي المنطقة جدا حساسة دقيقة وبدأت عام خاص وهدوء بالشغل الأنسجة هون كتير رقيقة وممكن أنه ترتكس بوزمة تضل أحيانا أسبوعين وأحيانا شهر ببقية الوش الأنسجة سميكة تضغط الوزمة للداخل ما تظهر للخارج تظهر على شكل انتفاخ بسيط ممكن أحيانا كدمة زرقة نادرا هاي ما تصير بس أحيانا بتصير وبتزول خلال عدة أيام المريض بالشحم بدي يكون على علم أنه بدي تتغير ملامحه بشكل كتير كبير يعني أحيانا ممكن أنه يتتغير للدرجة أنه يصير بيشبه حدا تاني أو أنه تماما يصغر بالعمر بشكل كتير كبير طبعا هاي إذا بدي يشبه حدا تاني بدي يكون في تشابه بالملامح أكيد الوزمة بس تروح الوجه بيرجع لوضعه الطبيعي بس بشكل جمالي أكتر طبعا الشحم فقطه مو بس أنه بيعطي منظر كمان بيجيب تروية جديدة للبشرة مثل ما حكينا وبالتالي بيصير فيه نظارة بيصير فيه حيوية بالجلد بشكل أكتر بكتير من الشي السابق ممكن هذا الإجراء نلجأ له بكتير حالات مثل ما بعد شد الوجه عملنا شد وجه ونعمل بعدين حقا نشحن بعد ما طيب الأنسجة من الوزمة تبع شد الوجه هيك منرجع حيوية أكتر للأنسجة اللي انشدت وفقدت كتير من مرونتا ومن بنيتا يعني يوم بعد يوم عم نشوف الإجراءات التجميلية قداش عم تكون متطورة ومختلفة وصرنا اليوم إذا بدنا نمضح حدا من قل له ملامحه طبيعية أو أقرب للطبيعي فأدمع إجراءات التجميلية اليوم هي مهمة وعنجد عم تغير مصير عالم أو تغير حياة عالم لما يكون عم تتوظف بالطريقة صح وعم تخلصهم من مشكلة حقيقية ولكن الاستخدام السيء دائما نبتل أي شيء بالحياة تماما عم مينعكس تلبا نشكر كتير اليوم لو وضرتك معنا شكرا دكتور عالم تجميل هو بحر واسع من الجمال والمعلومات رح نستنكمل بفقرات تانية وصباحات تانية حنمرو على كل أنواع التجميل اليوم الصباحة وشباب الموضوع الأهم إلى نبليهات الوايد شكرا دكتور وصباحك جمال على طول نورت صباحنا صباح الخير